بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا أن المصدر الثاني من مصادر الثقافة الإسلامية الأصيلة هو سنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ضمن القرآن بحيث أنه لا يكون هناك تحريف في القرآن الكريم ولكن هذا الضمان لا يوجد بالنسبة إلى السنة المطهرة فلذا كثرت الكذابة على رسول الله صلى الله عليه وآله فاختلط الغث بالسمين كيف يمكن لنا أن نميز بين الغث والسمين حتى نعرف الصحيح فنتخذه مصدرا للثقافة ونترك الغث ولا نتخذه مصدرا طبعا أسباب التحريف في سنة الرسول صلى الله عليه وآله أسباب متعددة هناك بعض الأحيان بعض الأشخاص كانوا يريدون التنقيص من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله بعض الأشخاص حاربوا الإسلام من اليوم الأول وحينما دخلوا في الإسلام دخلوا في الإسلام نفاقا وسورة المنافقون في القرآن الموجودة وعشرات الآيات في القرآن الكريم تشير إلى ظاهرة النفاق وأن هؤلاء المنافقين كانوا يعملون ما استطاعوا لحدم الإسلام من الطرق التي اتخذها المنافقون هو الدس في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله للتنقيص من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله ومع الأسف وجدت بعض هذه المرويات طريقها إلى الكتب ومع الأسف كما ذكرنا في الحلقات الماضية بعض المسلمين قدسوا بعض هذه الكتب فأشركوا بالقرآن الكريم بعض هذه الكتب في هذا الأمر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مع أن هذه الصفة خاصة بالقرآن الكريم عمموها لبعض الكتب فاعتبروها صحاحا مع أنه نحن نعتقد بأنه لا يوجد صحيح 100% إلا القرآن الكريم فلما وجدت هذه المدسوسات طريقها في الكتب هناك يوجد علم الرجال هذا علم الرجال يميز بين الغث من الرجال والسمين من الرجال الصحيح من الضعيف ولكن حينما تعتبر كتابا صحيحا 100% غير القرآن الكريم معنى ذلك أنك ألغيت علم الرجال بالنسبة إلى تلك الكتب وألغيت المنهج العلمي لتشخيص الصحيح من السقيم مثلا نحن نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن فقط مبلغا لأحكام الشرع مما يتعلق بالعبادات وإنما رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم وكل أعماله صحيحة 100% كل أقواله صحيحة 100% من شأها الواحي وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى جميع نطق الرسول حتى النطق العادي هذا مستمد من الواحي الإلهي فلا يوجد فيه احتمال السهو والخطأ وما إلى ذلك نشاهد أنه في بعض هذه الصحاح التي تعتبر صحاحا توجد رواية هذه الرواية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقوم يؤبرون النخيل لأن شجرة الناخل فيها الذكر والأنثى ويجب أن تؤبر وهذا التأبير أخذ مادة من الأشجار المذكرة ووضعها على الأشجار المؤنثة لكي يخرج التمر تمرا فعندما مر بهم حسب هذه الرواية المزعومة رسول الله صلى الله عليه وآله وجدهم يؤبرون النخل فالرسول وفي المدينة نهاهم عن ذلك بتفصيل إحنا ننقل معنى الرواية فلم يؤبروا النخيل فلما حان موعد اقتطاف التمر خرج تمرهم شيصا لأن التمر النخلة غير المؤبرة لا تنتج التمر وإنما تنتج الشيص وهو غير قابل للأكل فقالوا يا رسول الله ما معناه أنه أنت نهيتنا عن أن نؤبر النخل فلم نؤبر فخرج الشيصا غير قابل للأكل فهنا هذه الرواية ماذا تقول فقال لهم رسول الله أنتم هذا نص الكلام الموجود في كتاب البخاري أنتم أعلموا بأمور دنياكم هل تعلمون معنى هذه المروية ما هو معنى ذلك إلغاء دور رسول الله صلى الله عليه وآله في الأمور الدنيوية إطلاقا بعبارة أخرى نفس كلام النصارى الذين يقولون دع لله ما لله لله ودع ما لقيصر لقيصر الفصل التام بين الله سبحانه وتعالى وبين قيصر خسب زعمهم هذه المروية معناها ذلك الفصل التام بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أمور الحياة الدنيوية كاملا أنتم أعلموا بأمور دنياكم وأيضا فيه تنقيص من رسول الله بحيث أنه خرب ثمرة النخل لمجموعة من الناس الذين حسب هذه المروية أنه بسذاجتهم صدقوا كلامه فطلع كلامه وخرج كلامه غير صحيح فاعتذر لهم بأني لا أعرف من أمور الدنيا أنتم أعرف بأمور دنياكم إذا اعتبرنا هذا الكلام صحيح معنى ذلك أنه كثير من الثقافة الإسلامية المبتنية على فعل رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن نلغيها من الحياة وهذا أمر مخطور جدا فأولا البعض كانوا يريدون التنقيص من الرسول صلى الله عليه وآله فدسوا في كلامهم في أحاديث الرسول ثم نقل هذا الشخص الثاني نقله من الشخص الأول والثالث من الثاني والروات نقلوها واحدا عن الآخر إلى أن وصل إلى مدون الكتاب ودون هذه الأمور بعض الأحيان كانوا ينسبون إلى رسول الله بعض الأمور كذبا وزورا لدفع منقصة من أنفسهم يعني شخص وخاصة الحكام الظالمين هؤلاء كانوا يحملون نقيصة أو منقصة فلما يريد أن يبرر عمله حينما يقولون له إن عملك هذا النقص لماذا تعمل هذا العمل يريد أن يبرر عمله كان يتفق مع بعض الوضاعين هؤلاء يضاعون حديثا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله بأن هذا العمل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله والنتيجة حينما الناس يرون هذه النقيصة في هذا الحاكم أو هذا الشخص لا يتمكنون من الاعتراض لأنه بملء فيه يقول إني أقتدي برسول الله ولا يتمكنون من التنقيص من رسول الله صلى الله عليه وآله فبعض الوضاعين وضعوا لأجل دفع منقصة منهم أو من حكامهم الذين دفعوا إليهم الأموال مثلا نذكر مثال هذه الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى هذه الآية نزلت في رجل من بني أمية وهناك بعض المرويات تقول إن هذه الآية نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وحاشى لرسول الله ذلك أن يعبس بوجه أعمى مع أن الله عز وجل في آية أخرى يقول إنك لعلى خلق عظيم وكما ذكرنا في بعض الحلقات السابقة أن المروية يجب أن تعرض على القرآن إذا خالفت القرآن يضرب بها عرض الجدار المروية التي تقول بأن العابس كان رسول الله صلى الله عليه وآله تتعارض مع القرآن الكريم الذي يقول إنك لعلى خلق عظيم والذي يعبس بوجه أعمى مؤمن هذا ليس له أخلاق فكيف بأن يكون تلك الأخلاق عظيمة وحاشى لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يخالف القرآن الكريم ويخالف تعاليم الله سبحانه وتعالى وأن لا يكون ذا أخلاق عظيمة فالآية نزلت في رجل من بني أمية ولكن لأجل دفع المنقصة من هذا الرجل من بني أمية وكما نعلم أن في زمان بني أمية كثر الوضاعون كانوا يدفعون لهم الأموال فأرادوا أن يدفعوا هذه المنقصة من صاحبهم فوضع الوضاعون هذا الأمر بأن عبس وتولى والعياذ بالله نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي بعض الأحيان أيضا سبب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله أهواء شخصية هناك أهواء شخصية تحكمت في الراوي أو من يدفع إلى الراوي فهذه الأهواء الشخصية سواء عقيدة فاسدة أو عصبية زائفة أو أي أمر آخر سببت بأن يحكم أهواءه الشخصية فيدس في الحديث إما يضع الحديث كاملا أو ينقص في الحديث أو يزيد في الحديث أو ينقل شيئا ويترك شيئا آخر يعني مثلا هناك حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه والتحق فيه بالرفيق الأعلى لشدة المرض ما ذهب إلى المسجد ليصلي ولما ذهب أحد الأشخاص ليصلي رسول الله صلى الله عليه وآله قام لكي يذهب للصلاة وذهب إلى الصلاة وهو صلى مع مرضه الشديد فهنا لأن الرسول كان مريضا ولم يكن يتمكن بأبيه وأمي من أن يمشي بن فراده فاتكع على رجلين الرجل الأول الفاضل ابن العباس والرجل الثاني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام طبعا الراوي أو الراوية لهذه القضية ما كان يطيب نفسها أو نفسه بالنسبة إلى علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فحينما تروي تقول فجاء رسول الله متكعا على رجلين الفاضل ابن العباس ورجل آخر لم تذكره بالاسم لماذا لم تذكري هذا الرجل الآخر بالاسم والرواية معتبرة وصحيحة وصححها أئمة الحديث يقول الراوي لأنها لم تكن تطيب نفسا بذكر علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فلم تذكر اسمه مع أن القضية قضية عادية يعني لو كان يذكر أن الرسول اتكى على رجلين الفضل ابن العباس وعلي بن أبي طالب ما المانع من ذلك كان ولكن البعض لا يطيب لهم ذكر حتى اسم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام والإنسان يتعجب وهذا أمر رباني وإلهي لا شك في ذلك كيف بقيت فضائل علي بن أبي طالب مع وجود هذا العداء المستحكم ضده وكما يقول الخليل ابن أحمد الفراهيدي عندما سئل عن أمير المؤمنين قال ماذا أقول في رجل كتم أعداؤه فضائله بغضا يحسدوه فلذا كتموا فضائله وكتم أولياؤه فضائله خوفا لأنه صدر المنشور والقرار برئة الذمة ممن يروي فضيلة لأبي تراب فأولياؤه وأحباؤه وأصدقاؤه ومحبوه كتموا فضائله خوفا يقول ماذا أقول في رجل كتم أعداؤه فضائله بغضا وكتم أولياؤه فضائله خوفا ومع ذلك ملأت فضائله ما بين الخافقين هذا معجزة إلهية وإرادة ربانية لأنه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره فالكلام أنه في بعض الأحيان الأهواء الشخصية تحكمت في الزيادة أو النقيصة أو الدس أو التحريف في الأحاديث الشريفة بناء على ذلك نحن كيف يمكن لنا أن نميز بين الصحيح والسقيم هنا نحن بحاجة أولا إلى دراسة علم التاريخ دراسة صحيحة بعيدة عن تقديس الرجال بعيدة عن اعتبار ما كتب وحيا منزلا ندرس التاريخ دراسة صحيحة أولا لكشف الحلقات المفقودة لأنه في كثير من الأحيان هناك حلقات مفقودة والإنسان إذا درس دراسة صحيحة للتاريخ يتمكن بالتحليل المنطقي السليم أن يصل إلى الحلقات المفقودة يعني الواقع الواحد ذكر أولها ذكر وسطها ذكر آخرها ولكن هناك حلقة مفقودة وهذا الشيء اللي مذكور لعله مذكور في عدة من الكتب إذا جمعت هذه الأمور المذكورة تبقى حلقة مفقودة يمكن تكميلها مثل الرسم هذا الرسم مقسم إلى أجزاء كثيرة إذا جمعنا هذه الأجزاء ورأينا جزءا مفقودا نتمكن من تكميل هذا الجزء في الرسم لأننا وجدنا الأجزاء المختلفة جمعناها الشيء المفقود يمكن تكميله بالتحليل المنطقي والعقلي السليم طبعا هناك مشكلة أن هناك تقديس غير مبرر لبعض الأشخاص وهذا التقديس تغطية لجرائمهم وتغطية لأعمالهم هذا التقديس يمنعنا من الدراسة الموضوعية لتاريخ هذا الشخص ولماذا دسه أو دس بسببه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله فلذا هذا التقديس غير المبرر نحن نجد أنه هناك كثير من المسلمين لا يسمحون بنقد من كانوا في العصر الإسلامي الأول الذين كانوا في العصر الإسلامي الأول من الصحابة وغير الصحابة هؤلاء كانوا بشر والله عز وجل ذكر في القرآن أن منافقين كانوا مع رسول الله في المدينة المنورة نزلت فيهم سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فكانوا يأتون إلى الرسول ويشهدون ويتشهدون الشهادتين ولكنهم في الحقيقة كانوا كاذبين فالدراسة الموضوعية لمن عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله بعيدا عن هالة التقديس توصلنا إلى حقيقة كل شخص أن هذا الشخص كان عبد الله بن أبي المنافق أو كان سلمان الفارسي المؤمن أو كان عبيد الله بن جحش المرتد الذي هاجر مع المسلمين إلى الحبشة وتنصر في الحبشة ومات نصرانيا في الحبشة يمكن الإنسان يميز بين المؤمن والمنافق والكافر والمرتد وما إلى ذلك فلما يعرفهم بحقيقتهم يتمكن من تقييم أفعالهم ويتمكن عبر ذلك من الوصول إلى السنة والسيرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله فإزاحة حالة التقديس والدراسة الموضوعية المنطقية العلمية بعيدا عن الحب والبغض طريق إلى معرفة الصحيح من السقيم في ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وللحديث بقية نترك هذه البقية إلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تحييل البشر تحييل البشر تحييل البشر شكرا